بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا جمهور النادي الأهلي العظيم مساء الخير مساء الاحتفالات مساء الاحتفال بالنجمة العشرة يوم جديد بالتأكيد من أيام النادي الأهلي بعد احتفالية كانت تولى أرواع الكل أشاد بالمظهر الحضاري، الكل أشاد بتقاليد وقيم وتراث ومبادئ النادي الأهلي احتفالية تعبر بجد عن مؤسسة رياضية هي المرآة الحقيقية للرياضة المصرية في المحافل الدولية والقرية اسم النادي الأهلي كبير، اسم النادي الأهلي هو بابع القرى الإفريقية زي ما قال المهندس هانيا بريدة وعضو المكتب التنفيذ للاتحاد الدولي الكلمة دي مهمة جداً، اسم النادي الأهلي، الأهلي هو بابع القرى الإفريقية النادي الأهلي اللي بيحتفل بالنجمة العشرة وتتشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي الأهلي شفنا مبارح فقرات الحفل، شفنا الأغنية الجميلة العظيمة اللي بتعبر بشكل رائع جداً عن اسم النادي الأهلي ومكانة النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي اللي بيحققوا بطولات وبيفرحوا شعب المصري بشكل عام وجمهور النادي الأهلي بشكل خاص يوم كان جميل يوم رائع وقلتلكم امبارح بالتأكيد 14 تسعة هيبقى يوم حافل من الزاكرة ومن التاريخ استحالة ننساه وهنفضل نقوله ونعيده ونتكلم فيه دايما مع كل الأجيال اللي جاية للنيوم من تاريخ ومن حياة النادي الأهلي فقرة ترند ترند هتكون عندنا جزء مهم جدا نتكلم عن هذه الحفلة وعن كل الأمور المتعلقة بتتشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي الأهلي لكن حلقة النهاردة بالتأكيد هيكون فيها كواليس وتفاصيل وهنبدأ نستعد بقى للمرحلة الجالة عندنا مباراة سوبر وعندنا لسه أحداث مهمة في الفترة اللي جاية وعندنا بعض التفاصيل والوعلومات والأخبار المهمة النهاردة نقولها في برنامج الترند لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم رأيكم عايز أعرف كل واحد مباراة تابع الحفلة سواء كالمتواجد في ملعب التتش بالجزيرة تبحها من خلال السوشيال ميديا من خلال متابعة قناة النادي الأهلي والبس الحصري مباراة للحفلة كل يقول لرأيه في احتفالية الأهلي بتتشين النجمة العشرة شاركونا في الإجابة على هذا السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الأراء والمشاركات لكن خلينا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي إشادة كبيرة باحتفالية تتشين النجمة العشرة وفي الترند المحلي تعيين عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة الحكام وفي الترند العالمي صلاح يفوز بجائزة لعب الشهر في ليفربول استعرض مباراة اليوم النهاردة طبعاً استكمال مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لدور أبطال أوروبا في مباراتين النهاردة ساعة سبعة إلى ربع بشكتاش هيستضيف بروسيا دورتوموند وشيفر تريسبول هيستضيف شختار دونتسيك ومنشستر سيتي أولى اللقاءات الساعة تسعة النهاردة ست مباراة في توقيت واحد منشستر سيتي هيستضيف لايبزيج كلوب بروش هيستضيف باريس سان جرمان سبورت انجليشبون هيستضيف آيكس أمستردام أتليتكو مادريد هيستضيف بورتو وليفربول هيستضيف ميلا وإنتر ميلا هيستضيف ريال مادريد مباراة مهمة جدا وبالتأكيد دور أبطال أوروبا دور المطع والإصارة والحضور الجماهيري في كل الملاعب الأوروبية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونتكلم بقى على فقر الترند الترند والفقرة فيها تفاصيل ومعلمات مهمة وبالتأكيد نبدأ بالحديث عن تتشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند طبعا الحدث الأبرز على السوشيال ميديا من مبارح للنهاردة هو الاحتفال بالنجمة العشرة وتتشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي الأهلي الاحتفال في مجمله كده الصورة حلوة الشكل حلو الطريقة النظام البروتوكول نفسه اللي كان موجود مبارح في الاحتفالية قلت مبارح وبأكد على نفس المعنى الأهلي مش بيحتفل ببطولة الأهلي بيحتفل برقم يعتبر علامة تجارية جديدة وقيمة تسوقية جديدة هتضاف إلى العامات التجارية اللي النادي الأهلي بيقدر يسوها بشكل جيد جدا عشان يقدر يستفيد بيها ماديا ويكون دخل مادي لخزينة القلع الحمراء خلال السنوات القادمة وده دايما فكر أي إدارة محترفة عايزة تبروز إزاي أي بطولة تقدر تاخدها أو أي رقم تقدر تفوز به طولكم قبل كده كلمة نادي القرن دي مكتوبة في كل الخطابات الرسمية وعلى الورق الرسمي للنادي الأهلي وده علامة تجارية الأهلي استفاد بيها مش مجرد جايزة تحطت في دولاب البطولات لأن دولاب بطولات النادي الأهلي الحمد لله عامر برصيد كبير جدا من الألقاب والبطولات نفس الفكرة النجمة العشرة وتتشيني النجمة العشرة والبرج اللي مبارح الكل شافه في الصورة اللي موجودة في ملعب مختار التيتش واللكابتن محمود الخطيب قال الشكل ده والبرج اللي بنجوم الأهلي العشرة بدأ من النجمة الأولى لغاية النجمة العشرة زي ما انتم شايفين على الشاشة ده هيكون موجود داخل ملعب مختار التيتش بالجزيرة وهيتم إضاءته كل يوم الساعة عشرة مساء هي العلامات الصغيرة أو تفاصيل الصغيرة دي مهمة جدا عشان تبروز تاريخها وتعرف الأجيال اللي جاية إزاي خرج من النادي الأهلي أبطال ونجوم حققوا وسطروا إنجازات وهذه الإنجازات وهذه البطولات كانت على مدار التاريخ قيمة كبيرة جدا لصالح النادي الأهلي مبارح تشرفنا طبعا بحضور شخصيات وقيادات رياضية على أعلى مستوى بداية طبعا من دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة المهندس هنا بريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أعضاء الاتحاد المصري اللجنة السلسية نجوم النادي الأهلي السابقين وأيضا كمان أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي السابقين والمجالس السابقة الكل داخل النادي الأهلي الحمد لله بيشتغل عشان في النهاية كلنا بنشتغل تحت مسمى وعنوان الأهلي فوق الجميع الأهلي فوق جميع أبنائه أي إنجاز بيتحقق هو عبارة عن تواصل أجيال فده كان شيء مهم جدا إن بلحك في حدثين مهمين أيضا كمان على هامش الاحتفالية تكريم الكابتن محرم الراغب المدير النادي الأهلي السابق وأحد العلامات البارزة في السباحة داخل النادي الأهلي وأيضا تكريم المهندس عدلي القيعي مدير التعاقدات والتسويق السابق ومستشار التعاقدات في فترة سابقة وأحد العلامات البارزة أيضا كمان في الإطار الإعلامي داخل النادي الأهلي منذ أن نشأت وبداية مجلة النادي الأهلي وكان صاحب الفكرة في فترة من الفترات في السنوات السابقة وجود نجوم النادي الأهلي وأبطال النجمة العشرة والتسعة وكمان العملة بعد اعتماد البنك المركزي لعملة النادي الأهلي وهداية تسكرية من الكابتن محمود الخطيب لبيتسو موسيماني والكابتن سير عبدالحفيز والكابتن محمد الشناوي كابتن الفريق وصورة جماعية للعابين مع النجمة العشرة مبارح الحفلة زي ما قلتلكم فيها فقرات مهمة جدا وتفاصيل مهمة جدا مليئة بالكواليس والأخبار والمعلومات المهمة جدا ومبارح بصراحة كان فيه زخم إعلامي واهتمام كبير جدا باحتفالية الأهلي بالنجمة العشرة كابتن محمود الخطيب كمان في ختم الحفلة قال جملة مهمة جدا احنا بنحتفل بتتشين النجمة العشرة لكن ده مش هاي خلينا ننسى ان كان فيه التسعة وان شاء الله بإذن الله الفترة جاية مع الشرق الرعية فيه احتفالية للبطولة البطولة العشرة وفيه احتفالية للتسعة او حتى التسعة والعشرة مع بعض لكن طبعا البطولتين دول تحديدا جزء مهم جدا من تاريخ النادي الأهلي التسعة والعشرة الجمهور المبارح كان بيحتفل بتتشين النجمة العشرة لكن التسعة بحد الشيء يقدر ينساها ووجود النجوم اللي كان لهم دور مهم جدا في فترة وجيزة وفترة سيارة بيتس مسماني تولى المسئولية زي اليومين دول بالضبط السنة اللي فاتت وكان داخل على تحدي مبارات الوداد المغربي وجيف توقيت كان الكل وصفوا انه توقيت طارق لكن تعييننا مسماني هو اللي خلى القرى الافريقية والبطولات الافريقية فيها حد الطوارق بوجود الاهلي بابع افريقيا حق التسعة والعشرة وبإذن الله بعد الفوز بالسوبر السابق على نهضة بركان يستعد للسوبر الافريقي قادم مع الرجاء المغربي اليوم كان حلو ويوم 14 تسعة جزء من تاريخ النادي الأهلي كجزء او كاجزاء كثيرة جدا مرت على سنوات عديدة من تاريخ النادي الأهلي في فترات سابقة طيب الجزء تاني اللي عايز اتكلم فيه او قبل ما اختم الحديث عن الاحتفالية يمكن طبعا انبارح للأسف يمكن الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخصيط ما كانش موجود في الاحتفالية ويعني ان شاء الله بإذن الله يكون الفترة القادمة سليم ومعافي يمكن تعرض كده لوعكة صحية بسيطة لكن ان شاء الله بإذن الله هو سليم وحاليا هو في البيت بعد ما دخل الرعاية كده كام يوم لكن الحمد لله بنطمنك على كابتن محسن صالح بإذن الله الفترة الجاية نبدأ نشوفه بقى داخل النادي الأهلي وبيمارس مهام عمله ونتطمن عليه ان الكابتن محسن احد العلامات البرزة ايضا في النادي الأهلي وحاليا هو رئيس لجنة التخصيط في النادي الأهلي طيب الجزء التاني وهو متعلق ايضا كمان بنموذج في الاخلاص والعطاء داخل النادي الأهلي وجزء لا يتجزأ من احتفالية الأمس وهو النهاردة الكابتن محمود الخطيب كان لي تصرحات مهمة جدا بخصوص سعد سمير الكابتن محمود الخطيب قال سعد سمير نموذج في الاخلاص والعطاء ويستحق كل التأدير الكابتن الخطيب النهاردة حرص على الاجتماع مع سعد سمير أحد كباتن الفريق قبل الموافقة على إعارة المدة موسمين لفوتشر افسي جاء هذا الاجتماع تأديرا وتكريما لما قدمه سعد من جهد وإخلاص خلال الفترات السابقة مع النادي الأهلي وسعد من اللعبة الموجودة في الأهلي منذ ما يقرب من أكتر من عشر سنوات وتواجد مع أجيال كثيرة جدا وولي دور مهم جدا داخل غرفة خلع الملابس الكابتن الخطيب كمان قال النهاردة في بداية الاجتماع أن الجميع بيحمل تأدير وحب جدا لسعد سمير وسعد النهاردة كان ظهر عليه التأثر الشديد من خلال طبعا كلمات الكابتن محمود الخطيب ووجوده مع معظم اللاعبين وكل اللاعبين لأنه بالتأكيد ما كان يتمنى أبدا أن يكون دي اللحظة اللي يترك فيها النادي الأهلي سعد كمان يعني كان سعيد بكلمات الكابتن محمود الخطيب وسعد كان لي كلمة مهمة جدا قال أستأذنكم في رحلة خارج التتش بإذن الله تكون رحلة موفقة سنتين إعارة في نادي فيوتشر افسي وأنا واثق أن سعد سمير في السنتين دول هيقدم مستوى رائع جدا الإصابة أبعدت سعد فترة يا جماعة خليكم فاكرين سعد كان في توقيت معين كان من أفضل لعبي خط الدفاع في مصر مش في النادي الأهلي فقط لكن جات إصابة قوية جدا أبعدته فترة والإصابة دي عشان ترجع لمستوىك بتاخد وقت والنادي الأهلي دايما عنده مباريات واستحقاقات فصعب جدا أنك وفيه لعيبة بتشارك بشكل أساسي أنك تعمل تدوير ومشاركة لبعض اللعيبة لكن السنتين اللي أعرف في النادي في تشارك تبقى فرصة لساعة دي سمير أن يرجع بإذن الله وبعد نهاية الأعارة يختم حياته داخل النادي الأهلي ويكون ختم موفق كأحد دكبات النادي الأهلي طيب ده جزء متعلق بساعة دي سمير وبالتأكيد فيه أعارة العدد من اللاعبين أيضا للفترة الجاية نادي الأهلي هيعلنها تباعا خلال الساعات القادمة أيضا جزء مهم جدا وهو شاغل بال كل الناس عبر السوشيال ميديا كأس العالم للأندية هيتلعب فين؟ في البداية الاتحاد الياباني لما نشر موعيد مقترحة للبطولة كلنا كنا عارفين طالما الاتحاد الدولي فيه فما نشرش يبقى كل هذه الموعيد موعيد مقترحة مبدئية غير مؤكدة إلى أن أعلم الاتحاد الدولي أن اليابان لن تنظم كأس العالم للأندية بسبب تفاصيل كتير هي جزء منها جائحة كورونا لكن أيضا كمان فيه جزء مد وتسويقي يمكن اليابان خارجة من أولمبياد تا توكيو وفيه خسار مالية جديدة جدا بسبب عدم حضور الجماهير وكأس العالم الأندية من البطولات تحديدا اللي لازم يكون فيها ضمان مالي اسمعوا الرقم ده لا يقل عن 30 مليون دولار الاتحاد الدولي بيطلب من ضمن شروطه أن أي دولة أو أي اتحاد بيطلب تنظيم كأس العالم للأندية لازم يضع ضمان مالي لا يقل عن 30 مليون دولار هذا الرقم بيتم صرفه على تجهزات الملاعب ومقر إقامة الفرق وملاعب التدريب والانتقالات وكل التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالبطولة لكن الفيفا بيطلب هذا الرقم الضخم عشان أثناء البطولة إذا كانت فيه أي أمور متعلقة بالتفاصيل ملاي يكون فيه رقم بيقدر يغطي كل هذه التكلفة على مدار البطولة من أول وصول الفرق لحد ختام البطولة خلال الساعات الأخيرة ويمكننا نبرح في حلقة الأمس نوهت كده بدون الدخول في تفاصيل أن جنوب إفريقيا من ضمن الدول اللي قد تكون جاهزة لاستضافة كأس العالم للأندية خلال الفترة اللي جاية كانت كل الترشحات والأخبار الواردة بخصوص تنظيم كأس العالم بعد اعتذار اليابان رايحة في اتجاه الدوحة أو الإمارات أو السعودية هي الإطار ده لسه موجود لكن ظهر اسم جديد وهي جنوب إفريقيا إيه اللي حصل خلال الإسبوع الماضي عشان النهاردة يطلع رئيس اتحاد جنوب إفريقيا داني جوردون في تصرحات لي يقول فيها نصا إن جنوب إفريقيا هتطلب تنظيم كأس العالم الأندية خلال الفترة اللي جاية طيب إيه اللي حصل إيه بالزبط الإسبوع الماضي جنوب إفريقيا كانت بتستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات المسابقة الأولى اللي بتتعمل في هذا النظام تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وحضر فاطمة صمورة الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الاجتماع وقدمكم هذه الصور الخاصة من زيارة فاطمة صمورة لملاعب جنوب إفريقيا وزيارتها لاتحاد جنوب إفريقيا ومعها حتى في الصورة داني جوردون وأيضا كمان هوكو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا حصل اجتماع مع رئيس الاتحاد جنوب إفريقيا وحصل اجتماع مع وزير الشباب والرياضة في دولة جنوب إفريقيا وحصل تأكيتات على عدد من التفاصيل اللي ممكن جنوب إفريقيا الفترة اللي جاية تستضيف أحداث رياضية أبرزها كأس العالم للسيدات بعد أربع سنوات وأيضا كأس العالم للأندية إذا رغبت دولة جنوب إفريقيا في استضافة البطولة خلال الفترة اللي جاية ولكن بشرط يكون فيه ضمان مالي وضمان حكومي باستضافة البطولة وأيضا بإمكانية حضور جمهور وده الجزء اللي خلي اليابان بعيد تماما عن فكرة استضافة البطولة طيب الناس تقول لي أن جنوب إفريقيا حاليا مفيش حضور جماهير لا أنا أعلم من خلال برنامج الترند مباراة جنوب إفريقيا وأسيوبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة الكأس العالم القادمة في الشهر القادم شهر أكتوبر هتشهد حضور جماهيري لأول مرة بعد غياف سنة ونصف من حضور الجماهير في جنوب إفريقيا بسبب جائحة كورونا رئيس الاتحاد جنوب إفريقيا أعلن أنه يكون فيه حضور جماهيري من خلال الجماهير اللي حصلت على تطعيم فيروس كورونا خلال الفترة القاضية الماضية وكمان الحضور هيكون مجاني للجماهير من خلال تذاكر ودعوات هيتم طرحها من اتحاد جنوب إفريقيا إذن جنوب إفريقيا أعلنت بشكل رسم النهاردة من خلال داني جوردو الرئيس الاتحاد رغبة بلاده في استضافة كأس العالم للأندية في تصرحات تنقلتها طبعا وكالة زوتش بريس الأمريكية بعد اجتماعه مع الأمين العام للفيفا فاطمة سامورا صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقيا قالت أن الرئيس الاتحاد القرى هيعقد جلسة مع المسؤولين خلال هذا الأسبوع للحصول على الموافقة الحكومية للصدافة البطولة المبارح كنت نوهت وقلت زي ما أكدت في البداية جنوب إفريقيا دخلت في الملف عشان تصديف البطولة الاجتماعات اللي تمت والصورة اللي عرضناها دي كانت الأسبوع الماضي على هامش نهاء دورة أبطال إفريقيا للسيدات اللي بالمناسبة فاسد بيها طبعا فريق سانداونز هو اللي يكون موجود في مصر الشهر 11 اللي جاي عشان يشارك في دورة أبطال إفريقيا للسيدات اللي بتنظموا مصر الأول مرة وهيكون نادي وادي دجلة بينظم هذه البطولة فبالتالي حصلت اجتماعات زيارة مهمة للفاطمة سامورة شفتوا بالتأكيد الصور اللي تمت في ملعب سوكر سيتي والملاعب اللي عتكون مصطدفة لكأس العالم للأندية وفي الختام نادي سانداونز هو اللي هيكون ممثل لجنوب إفريقيا في حال أن جنوب أفريقيا هلها تنظم كأس العالم للأندية لأن نادي سانداونز هو بطل دوري جنوب إفريقيا في الموسم الأخير هل يواجه الأهلي؟ لن يواجه الأهلي القرعة معروفة بيبقى بطل الدوري بيواجه فريق من أوكيانوس لكن بطل إفريقيا بيكون في اتجاه فرق أخرى مع إجراء المراسم القرعة ومع تحديد الفرق الفترة جاء لسه ما تحددش عرض الفرق التي تهلت سوى حوالي فرقتين أو ثلاثة الأهلي وتشلس ولسه في كذا فريق الفترة اللي جاي دي كون التفاصيل المتعلقة بكأس العالم للأندية طيب الجوز المتعلق تاني باتحاد الكرة والنهاردة بصراحة يعني كان خبر بالنسبة لي هو المفروض ما يكونش غريب لكن اللي حصل في اتحاد الكرة على مدار سنة كاملة يخليك تستغرب شوية اتحاد الكرة يعيد تشكيل اللجان وإحنا هنا اتكلمنا كتير في مسألة تشكيل اللجان مش معقولة دوري وكاس وبطولات بتتلعب لا عندك مسابقات ولا عندك انضباط ولا شؤول لعبين حتى لجنة حكام مش بلجنة حكام بالمعنى لا لجنة حكام رئيس لجنة وسكرتير لجنة وأعضاء لجنة فنية ما كانش فيه كل الكلام ده النهاردة اتحاد الكرة بيعلن إعادة تشكيل اللجان قررت اللجنة السلسية برئاسة المهندس أحمد مجاد تعيين الكتن عصام عبدالفتاح رئيسا للجنة الحكام على أن يتقدم بالتشكيل اللجنة الجديد في أول أكتوبر المقبل فيما تستمر اللجنة الحالية لتسيير الأعمال حتى نهاية الشهر الحالوية لجنة تسيير أعمال بالنسبة لجنة الحكام منذ أن جاءت اللجنة السلسية وقررت استمرار وجيه أحمد أو الكابتن وجيه أحمد كتسيير أعمال لجنة الحكام خلال هذا الموسيب أيضا كمان قررت اللجنة السلسية تعيين المستشار محمد عبدالفتاح رئيسا للجنة الانضباط والدكتور عادل موسى رئيسا للجنة شؤون اللاعبين والكابتن خالد كامل رئيسا للجنة مسابقات القسم الثاني والكابتن عادل عادل محفوظ رئيسا للجنة مسابقات القسم الثالث فيما تم تأجيل النظر في لجنة مسابقات القسم الأول انتظارا لانتخابات ربطة الأندية اللي فيها مشاكل والربط احتمال ما تتعملش لأن فيه حاجات كتيرة في الربطة الأندية نفسها تعترض عليها لما تشوف اللايحة وتشوف التفاصيل المتعلقة بالربطة ده هنكلم فيه الفترة الجاية لكن الربطة حسب معلوماتي فيها يعني تفاصيل لائحية وقانونية الربطة مش هتتعمل وكمان لجنة فضل المنازعات وترخيص الاندية واللعابين المختلفين كل دي لجان تم ارجاع تشكيلها الفترة اللي جاية. اتمنى يكون في لجنة الترخيص الاندية بشوان سحمد. لان احنا حتى الفترة الحالية اه شهادات الترخيص للاندية لغاية اللحظة دي ما كانش اتمضت لسه من الاتحاد لان رئيس اللجنة السلسية حتى هذه اللحظة لسه مداش موافقة لمدير اللجنة ان هو يوقع على شهادات الترخيص لجنة الترخيص من اللجان المهمة جدا اللي موجودة في الاتحاد ولازم يكون لها دور فعال مع الاندية عشان نتأكد من الاندية اللي موجودة في المسابقات اندية محترفة وكل معايير الترخيص متطبقة على ملفاتها بالنسبة 100%. عادي تشكيل اللجان نتمنى بقى الفترة الجاية نشوف دور مهم جدا للجان في الفترة اللي جاية ونشوف دور أساسي ويكون فيه اللوايح والقانون هاي اللي بتفصل ما بين عمل اللجان وعمل الاتحاد مع الاندية في الفترة اللي جاية اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعضه ونشوف ازاي الاهلي بيستعد للمرحلة الجاية وعندي كلام مهم جدا بخصوص عدد من اللاعبين داخل صفوف النادي الاهلي مساء الخير بحضراتكم من جديد وبالتأكيد في فقرة بقى تريند الاهلي وعايزين نشوف أخبار الفريق ونقرب أكتر من ملعب مختار التيتش بالجزيرة هزهب مباشرة إلى زميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناة الاهلي اللي موجود حاليا في قلب ملعب مختار التيتش بالجزيرة عشان نعرف منه بعض الموضوعات وعن شوية تفاصيل كده الجمهور بالتأكيد عايز يعرف الإجابة من خلال زميلينا شريف شعبان مساء الخير يا شريف مساء الخير زميلي محمد تحاتي لك وتحاتي لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان طيب أولا الناس كلها عايزة تطمن منك النهاردة بالتأكيد كان فيه جلسة مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين وتحديدا مع سعد سمير لأن خلاص تم الإعلام بشكل رسمع عن إعارته خلال الفترة القادمة لمدة سنتين مع نادي فيوتشر ايف سي عايزة تطمن منك كمان عن محمد عبد المنعم هل مستمر موجود في التمرين هل فيه أعارة ليه موقف عدد من اللاعبين أيضا في مسألة ملف المعارين هل بالفعل موجودين في التدريبات ولا خلاص تم الاتفاق رسميا على إعارة تعادت منهم في الفترة القادمة تمامي ممكن هابدأ بالكابتان وسعد سمير أحد كابتن النادي الاهلي الكبار طبعا في فريق النادي الاهلي التحديد في غرفة الملابس غرفة ملابس النادي الاهلي ليه قواعد ولها بعض السيستم أو يعني الحاجات اللازمة اللي كابتني كبار تعملها يعني كان سعد سمير الشناوي وليد سليمان علم علول اللاعب الكبار طبعا داخل فريق النادي الاهلي أيمن أشرف فسعد سمير كان يدور مهم جدا داخل غرف ملابس النادي الاهلي الكابتن الكبير طبعا رئيس مجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب عارف الدور اللي بيقوم به كويس جدا سعد سمير فكان حريص طبعا ان يكون في جلسة معاه ويتم تكريم برح بالأمس في داخل غرف الملابس وحفلة من اللاعبة والجهاز الفني والإداري والطبي اللي اسم كبير هو سعد سمير والحاجات اللي خلف الكواليس محدش عرفه خالص بيتم عملها طبعا داخل غرف الملابس سعد سمير إلا فريق فيوتشر عارف ستم تمناله كل التوفيق كل اللاعبين كانوا زعلنين على فراء سعد سمير لدور مهم جدا داخل غرف ملابس النادي الاهلي الاحترام الكبير ميدو بين لاعبي الفريق الشنوي قالوا هتسيبني لوحدها سعد ما كانش ينفع تترك النادي الاهلي في هذا التوقيت ولكن خلاص يمكن اللازم سعد يروح ويلعب وبنتمناله كل التوفيق مع فريق فيوتشر وحسنا طبعا فعل الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب في عقد جلسة مع سعد سمير ودور المهم جدا اللي سعد كان بيقوم به منتمناله كل التوفيق طبعا محمد عبد المنعم هيكون طبعا اعارة لفريق فيوتشر طبعا وخلاص مبارح كان بيتم تجهيز الاوراق الخاصة بتوقيع لي النادي الاهلي في سادة تعقده وطبعا الرحيل الى نادي فيوتشر ومن خلف مش موجود خلاص في التمرينات ولا سعد سمير موجود في التمرينات باقي اللاعبين لسه لم يتحدد يمكن عجيب يشارك في التمرين من خلفي لسه متحددش موقفه وبعد اللاعبين نشئين زي فخري برضو وبعد النشئين لسه موجودين في تمرين النادي الاهلي ما لسه متحسامش امرهم في فترة الاعراض فيه على مدار الايام القادمة هيبان طبعا الرؤية ليهم الفنية ورؤية طبعا لجنة تخطيط والكابتن محمود الخطيب يمكن ده اللي بيخص ملف المعارين زميل محمد الفريق بيتمرن من خلف في الخامسة كان فيه محاضرة في ارض ملعب مع مستر بيتسو مسماني ومدير الكورة الكابتن سيد عبدالحفيز اللي كلم مع الامين حوالي خمس دقيق عن اهمية المرحلة المقبلة عن مباراة بكرة اللي هتكون مع فريق المقاولون العرف في الخامسة مساء الفكر اللي الراجل عاوز ينفزه فيها هذه المباراة المباراة السابقة امام فريق بترجد يمكن بعض الجاميركا بتلوم على بعض العيب النادي الآلي في الظهور مباراة بداية موسم مباراة بداية اعداد فوضع طبيعي جدا محد الشبان بالمستوى الكبير طبعا الناس راجع من اجازات طويلة فبإذن الله بكرة ينفزه شكل كبير من خطط بيتسو مسماني وبإذن الله نخش مباراة السوبر يوم 21 جاهزين بإذن الله لهذا اللقاء ونفوذ بإذن الله ونضيف بطولة جديدة للنادي الآلي طيب شريف برضو عايز اتطمن منك على محمود متولي يمكن بعد المباراة الودية محدش لسه عارف التفاصيل ببينك انت قريب من الجهاز الطبي وعايز اتطمن أيضا على بيرستاو إذا كان عندك جديد بخصوص اللعب الجنوب إفريقيا تمام أبدأ لك ببرستاو حديث الساعة والسوشال ميديا والناس في بعض القناة بتفتي ما عرفش تفتي ليه وبتحب تعمل الانفراض انفراض وهمي بيرستاو فيه جواب رسمي وصل من الاتحاد جنوب أفريقي إلى النادي الأهلي بيشرح فيه إصابة بيرستاو بالزبط بالتحديد إصابة بيرستاو شعر ببعض ألام في العضلة الضمة يوم اتنين تسعة مباراة جنوب أفريقيا كانت يوم تلاتة تسعة وما لعبوا مباراتين بيرستاو تحامل على نفسه مع دكتور المنتخب جنوب أفريقي ولعب هذين المباراتين وهو عنده إصابة في العضلة الضمة طبعا ما بتلعب على الإصابة العضلة الضمة بيجي لك مزء على طول فبيرستاو أصيب بالمزء في العضلة الضمة بيرستاو حضر إلى النادي الأهلي على طول الجهاز الطبي من غيرها ما يعلم تعامل على طول مع إصابة بيرستاو بعمل الصناري الموجود داخل النادي الأهلي النادي الأهلي دولاتي عنده يعني بيمتلك فيه الجهاز الطبي بعض الأجهزة الحديثة جدا منها جهاز الصناري تعامل له صناري اللي هو صناري الإشاعة طبعا تعامل له وبان المزء الدقي وبدأ الجهاز الطبي يحقنه بالبلازمة إيه البلازمة ديت حاجة موجودة في الجسم بتاخد من خلايا الجسم في مكان تاني ما فيهوش إصابة وبتتحقن في مكان الإصابة عشان يساعد بسرعة على الشفاء اللاعب تم طبعا حقن اللاعب بحونة البلازمة وبدأ العلاج شغال على قدم وصاق بتكلم في أربع خمس تيام بالتحديد وهيبدأ في مرحلة الثانية ومرحلة العلاج الطبيعي ومن بعد مرحلة العلاج الطبيعي اللي بتستمر من ثمانة أيام إلى اتناشر يوم يخش في مرحلة نهائية هي التأهيل داخل الملعب في برستاود الآن فيه خلاص بتتكلم في ثلاثة أربع خمس تيام بكتير جدا ويخش على مرحلة تانية وبعد مرحلة تانية يخش على مرحلة تالتة ويبدأ التأهيل يعني بتتكلم بإذن الله في أسبوعين بإذن الله تلات أسبوع بكتير جدا ويكون متواجد مع باقي زملائه محمود بتولي يمكن عنده التهاب في أوطار الرجبة سألت الدكتور أحمد وعابلة ليه إصابات محمود بتولي كتير أول فترة الأخيرة قال لي محمود بتولي كان عنده رباط صليبي فرجع بسرعة من عملية الرباط الصليبي تأهل بسرعة ضغط على نفسه وضغط على عضلات جسمه عشان خاطر يرجع بأقس سرعة ده شيء متوقع جدا أن الرباط الصليبي يمكن العالم كله بينصح أن اللعب يعود سنة كاملة ما يشاركش في أي لقاء محمود بتولي رجع بعد حوالي ستة شهور رجع بأقس سرعة فطبعا وضع طبيعي جدا يبقى عنده إصابات الجسم ممكن يلتهب عضلات ممكن يجي لها شد ولا حاجة فمحمود بتولي بتتكلم في خمسة أيام بكتير بإذن الله وهيكون موجود مع باقي زملائه في تمرين النادي الأهلي دي الإصابات الخاصة والحصرية لمحمود بتولي وبير ستاو بإذن الله من لايش إصابات خالص فريق النادي الأهلي النادي الأهلي عنده جهاز طبعا لأعلى أعلى مستوى وبيتعامل مع كل لعيب على حدة وبإذن الله الخادم أفضل طبعا للنادي الأهلي زميل العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي بشكرك شكرا جزيلا وضحتنا أمور مهمة جدا متعلقة مع حمود متولي وأيضا بير ستاو والإعلان عن فكرة كمان إعارة محمد عبد المنام أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض لأن عندي كلام مهم جدا في ترند الأهلي وشوية تفاصيل موجودة عبر السوشيال ميديا لازم نوضحها لجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلا بحضراتكم من جديد ويمكن منذ قليل اتحاد القرى أعلن تعديل على موعد مبارتي دور الستاشر لكأس مصر مباراة بيرامد زويس موحة تتلاقي بيوم الجمعة 24-9 الساعة 7 لكن مباراة الأهلي يوم 25-9 في موعدها يوم السبت الساعة 7 مع أمبي في استاد اسكندرية استاد الأسكندرية لكن سموحة وبرامدز يلعبوا في استاد السويس الجديد ده تعديل بسيط طبعا عشان المباراتين يلحق كارلس كوروش يتفرج على المباراتين من الملعب عشان كده تم تعديل موعد المباراتين نروح لترند الأهلي وعندي فيه كلام مهم جدا وحاول أجر معاكم في الوقت عشان للأسف وقتنا بيجرب سرعة سبوت 360 مصرية صورة تجمع الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي ومكتوب على الصورة 38 بطولة للنادي الأهلي ثالث كأس العلن الأندية مرتين المدلية البرونزية تاريخ كبير جدا من تاريخ البطولات في النادي الأهلي موقع القاهرة 24 حسابه الرسمي بيتكلمه على اتحاد الكرة يستقر على تعيين الجزائر مصطفى غربال حكما لمباراة السوبر المصري فيه تفاصيل كتيرة في الملف ده هنتكلم فيها لما حين وقتها الاسبوع اللي جاي لان فيه توقامة ما بين اتحاد الكرة مع اتحادات عربية مش في السوبر بس فيه مباراة كتيرة الفترة الجاة حتى في الدور المصري هيتم الاستعانة بحكام عرب موقع بطولات تصريح للكابتن وجيه أحمد آخر تصريح ليه قبل طبعا تعيين الكابتن عصام عبدالفتاح رئيسة للجنة الحكام كابتن وجيه بيقول مباراة كأس السوبر المصري بين الاهل وطلاع الجيش ستقام بتواجد تكنية الفارس سواء اقيمت بطاقم تحكيم مصري او غير مصري طيب ده كلام مهم جدا قاله الكابتن وجيه يعني كده كده المباراة بوجود تكنية الفيديو المساعد سواء حكام مصريين او حكام مش مصريين اخرى الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض النساء عندنا برضا تفاصيل مهمة جدا من ترند الاهلي اهلا بحضراتكم من جديد واخر جزء معايا في حلقة الترند النهاردة وخبر كان موجود في ترند الاهلي بخصوص علي معلول المصر الرياضي بيقوله خلاف بين الاهلي وعلي معلول بسبب 500 الف دولار هذا الكلام عاري تماما من الصحة مفيش اي خلاف بين علي معلول والاهلي في هذا الرقم 500 الف دولار غير صحيح وما فيش خلاف على مسألة الفلوس بالعكس علي معلول شارع الاهلي بشكل جيد جدا علي معلول عايز يكمل مع النادي الاهلي الاختلاف على القيمة المالية اقل من كده بكتير وما تصدقوش اي رقم بيتقال ان علي معلول عايز يجدد وبيتكلم وطالب مليون و 500 الف دولار و مليون و 700 الف دولار كلام ده عاري تماما من الصحة الارقام اقل من كده والارقام اقل من كده بشوية كمان والخلاف على نقطة بسيطة جدا خلال ايام هيتم الاتفاق عليها كمان المدة لايقعد فيها علي معلول لسه باقي سنة في عقد علي معلول وكمان هيتم التجديد سنتين فعلي معلول ان شاء الله هيكون مستمر مع النادي الاهلي لسلاث سنوات قادمة بدءا من الموسم القادم علي معلول عايز الاهلي وشارع الاهلي والقصة مش قصة فلوس اطلاقا في الختام بشكر حضركم بالتأكيد على حص المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير في حلقة اخرى قادمة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء